ازاي مشاهدي ومتابعي شوف فيديو في كل مكان برحب احراتكم في كل مكان محافظ الشرية النهاردة موجودين من امام مستشفى ميد كير الخاص يعني متابعينا من امام مستشفى ميد كير الخاص يعني المستشفى التي كان يتلقى بها الموسيقار الكبير حلمي بكر الرعاية الطبية بعد تلعه ورحلته الصحية امس يعني متابعينا الموسيقار الكبير حلمي بكر كانت كانت تدهورة حالته الصحية يعني مساء امس ويعني افسرت له وزارة الصحة يعني سيارة مجهزة بجميع الجهزة الطبية اللازمة لحالته يعني لكنه رفض يعني المسؤول للتعليمات الاطباء ويعني رفض تلقي العلاج ورفض تناول الاطباء ورفض ايضا لان ينتقل الى المستشفى اه بعدها يعني بساعات قليلة اه يعني دخل في غيبوبة تدورت حالات الصحية اه يعني بدرجة كبيرة ويعني اه دخل في غيبوبة وتم نقله الى مستشفى ميد كير اه اه فجر اليوم يعني ليدخل الاناية المركزة كان اه يعني كان في غيبوبة اه اه يعني اه لكن اه منذ قليل اه يعني اه اه وردنا خبر وفاة اه المسؤكار الكبير حلمي بكر من داخل المستشفى ميد كير اه اه الخاص بعد صراع دم اه اه طويلا مع المرض يعني اه اه توفي عن عمر يناهز ستة وتمانون اه عاما يعني متابعينا اخبار محزنة وردتنا ب بوفاة اه المسؤكار الكبير حلمي بكر متابعينا يعني اه خبر احسن جميع محبي ويعني اه محبين ومعجبين المسؤكار الكبير حلمي بكر لزي توفي عن عمر يناهز ستة وتمانين عاما بعد اصراع اه دم اه طويلا مع المرض يعني متابعينا اه كانت اه قد انتشرت الليام الماضية خلافات بين يعني زوجة المسؤكار حلمي بكر وبين اه بين اه زوجة المسؤكار حلمي بكر وبين نجله هشام اه بكر الذي اتهم اه يعني زوجة والده باختطافه ويعني اه 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 احتجازه في اه شقة داخل اه اه شقة في الارياف اه من حفظة اه الشرقية ولكن اه كانت سماحة القرشي قد خرجت اه عن صمتها وقالت ان اه ان هشام حلمي بكر كان اه موجود اه داخل اه كان موجود بمصر يعني علما انه مقيم بامريكا كان موجود بمصر اه في شهر ديسمبر الماضي وكان يعلم بمرض والده ولكنه لم يأتي لزيارته وان يعني هشام حلمي بكر ويعني وصلته معلومات خطأ وكانت وقالت اتمنى ان يعني يعرف الحقيقة ويعني يأتي لزيارة اه والده وزيارة شقيقته الصغرى متابعينا يعني اه يعني ردت ايضا على جزئية انها اه منعت اه يعني الزيارة عن المسكر حلمي بكر قالت احنا بيتنا مفتوح للجميع واللي عايز يجي يزوره يتفضل بيتنا ما بيتفلش في في وش حد واي حد عايز يجي يزوره يعني اهلا بيه وقالت عن عن قصة ان هي انها تقال ان اه او يعني اه ولا ابنه ابن المسكر حلمي بكر قال ان زوجته يعني رفض اتودي المستشفى قالت ان الفنان المسكر حلمي بكر رافض يعني يدخل المستشفى واللي بيحبه وفعلا يقدر ياصر عليه يتفضل ييجي اه يوديه المستشفى قالت انا مش قادرة اوديه المستشفى هو بيرفض وبيبيبيتدايق ويزع كل ما يحد يقوله تعالى نوديك المستشفى وقال انا يعني حابب الشرقية وعايز افضل في الشرقية ومش همشي من هنا وقالت ان اخواته اه اه جم زروق الاسبوع اللي فات وهو قال لهم انا مش ماشي من اه من هنا ومش جاي معاكم وانا مفتاح هنا وما رضيش يروح اه يرجع مع اخواته يعني متابعينا اه كان يعني الفتر اللي فات انتشرت الخلافات وصدرت اه مواقع التواصل الاجتماعي ويعني والجرائد ووسائل الاعلام اه واليوم اه يعني يصل لنا خبر وفاة اه المسقار حلمي بكر الخبر المحزب الذي احزن جميع محبين وما جميع يعني المسقار حلمي بكر كان قيمة وقامة كان من اكبر يعني اه المحزب في اه في مصر والعالم اه كانت تضع لها قليل اه من نقابة المسقيين على حسابها رسمي وفاة المسقار حلمي بكر ويعني اه نعت المسقار حلمي بكر وايضا نعت الفنانة نادية مصطفى اه خبر وفاة اه عن المسقار حلمي بكر ويعني اعلنت عن النقابة انها سترسل وفد من النقابة سترسل وفد من نقابة المسقارين لاستلام جسمان المسقار الذي رحل عن علامنا منذ قليل اه ليترك يعني حزن كبير داخل القلوب وقلوب محبيه ومعجبيه يعني ستصل بعد قليل سيصل وفد من نقابة المسقارين ليستلم الجسمان ليتم يرساله الى مسوحها الاخير وايضا يعني اه وردتنا اخبار ان هشام حلمي بكر في طريقه الى القاهرة من اجل استلام جسمان والده ويعني ترقي اعزاء والد ومتابعين زي ما حضرتكم من شغل شايفين ومتابعين معنا احنا مابولين مع حضرتكم من امام مستشفى الميد كير الخاص الذي كان يترقى به المسقار لبقاء العلاج وايضا توفي بنفس المستشفى منذ قليل ويعني في انتظار اه وفد من نقابة المسقين استلام جسمان المسقار اه حلمي بكر ليتم ارساله الى مسواه الاخير متابعين اه كنت مع حضرتكم محمد صبر المهرم ورأس المحافظ الشرقية دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة